اشتركوا في القناة الكتلة الاكبر حذر وترقب وخصام بوضوح مشاهدنا نسأل ومن ثم نناقش هل سيفشل البرلمان في تغيير نتائج الانتخابات هل حسمت الطعون قبل قرار المحكمة الاتحادية هل اقتربت عودة النواب الخاسرين الى منازلهم رغم دلاء للتزوير هل اقترب حسم الكتلة الاكبر هل ستعيق الخلافات داخل الكتلة الواحدة تشكيل الكتلة الاكبر هل تلعب الكتلة الكبيرة على عامل الوقت هل سنشهد تغيرا كبيرا في خارطة العملية السياسية والمالكي ماذا تسلم من قاسم سليماني والعبادي ماذا قال لعبد الحليم الزهري ومسعود بارزاني بماذا رد على النجيفي اذا مشاهدنا لمناقشة هذا الموضوع معي من بغداد الدكتور خالد السراي عضو اتلاف دولة القانون ومن المفترض مشاهدين ايضا ان ينضم معنا لاحقا الاستاذ فلاح الفضلي الناتق الرسمي لا اتلاف الكفاءات والتغيير ارحب بك دكتور خالد السراي معنا ببرنامج بوضوح على شاشة قناة زاقروس الآن انا ابدي معاك من خلافاتكم الداخلية كاعتلاف دولة القانون ويشوفكم بالبعض غير مؤهلين لخوض حوار الكتلة الاكبر من طرف اكو خصام بين العبادي وعبد الحليم الزهري وبين العبادي والمالكي هل اتلاف دولة القانون مؤهل لخوض حوارات الكتلة الاكبر ام لا اهلا وسهلا شكرا جزيلا على الاستضافة تحية لك تحية طيبة للجميع لا بالتأكيد احنا ما نقدر نخلط اتلاف دولة القانون مع النصر النصر هذه موضوعات العبادي وبعض قيادات الدعوة وهذه متروكة لهم وليه كل مراقب ببساطة اني لاحظ انه كتلة النصر اشبه بمرحلة تعبر لكن عندما تصدم بالتفاوف ممكن ان تشتت تماما لانه هي ما بنيت على اسس رصينة او توجهات وبالتالي لاحظ اجنحة بداخله تتحكم بطبيعة تحالف الكتلة وتهدد بالانسحاب دولة القانون بعيدة عن هذا الشيء اتعودنا بالعراق انه لا ناخذ التصريحات وكثافتها وتفاولها هي المقياس قد تكون الرصانة بالتصريح تكون مقياس ادق وعدم الاكثار منه دولة القانون وشخصية السيد المالكي بالتحديد بالتأكيد شخصية سياسية ووضعها اكبر من ما انجزتها الكتلة كعدد مقاعد بالتحديد ونحن نعرف هذا قبل دكتور خالد السراي كوضع نعم كوضع خلينا استثمر تواجد حضرتك دكتور خالد وتحدث عن وضع السيد المالك اذا كنت تسمعني دكتور خالد نقبل نتائجها اي دكتور خالد اذا كنت تسمعني حضرتك الاحزاب الكردية الرئيسية نعم اكو تفاهم واكو خطوط عامة عريضة تسمعني دكتور خالد لو لا كل السبقها من الدورة ذيج موسطة الخلافات كما حصل بين كردستان والمركز فيها الاربع سنين وطبيعة التدقلات الخارجية بالخلاف هذا على الداخل العراقي اكو كثير يعني على سبيل الفرض من داخل النصر هم قريبين لدولة القانون التفاوضة ومستعدين يكونوا يعني تقربوا لها القبول يعني دكتور خالد اذا كنت تسمعني قبل ان انخوض بي بهذه التفاصيل قبل ان انخوض دكتور خالد بهذه التفاصيل اذا كنت تسمعني حضرتك يعني يمكن الاصرار موجود جدا لكن بالمقابل كل التفاوضات عمليا الان بطيعة جدا لم تكن متوقفة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية ممتاز قبل ان انخوض دكتور خالد يعني معظرة لمقاطعتك لكن بس اذا كنت تسمعني حضرتك قل اسمعك حتى اقدر اسئلك انتخابات بالعراق نعم تسمعني دكتور خالد تسمعني الان نقطع الصوت عني تسمعني لو لا دكتور خالد اذا كنت تسمعني يقول لي نعم حتى اقدر اسئلك بعدها هو كان يسمعني بالسأل ما يسمعني زين حقيقة بمشاهدين انا كنت اود اسأل تحديدا الدكتور خالد السراء عضو اتلاف دولة القانون المقرب من السيد المالكي عن نقطة اثارها هي نقطة مهمة جدا وهي وضعية المالكي بما يخص وتخص بالتأكيد وضعية اتلاف دولة القانون من تسعين مقعد الخمسة وعشرين مقعد السيد المالكي نفسه من سبعمائة الف صوت الى مائة الف صوت كنت اود ان اسأل الدكتور خالد السراء عن هذا الموضوع شباب ما اعرف يسمعني الان او لا اها طيب هاي النقاط المهمة اللي من الممكن ان تؤهل دولة القانون صاحب الخمسة وعشرين مقعد لخوض الحوارات ام لا والسؤال الاكثر اهمية انه اعتلاف دولة القانون كطرف مفاوض لتشكيل الكتلة الاكبر نفسه اللي كان يمتلك تسعين مقعد بانتخابات الفين وارباطعش ما حقق اللي كان يريده وهو الولاية الثالثة للسيد المالكي طيب شلو رح ممكن اليوم ان يقدر يحقق بخمسة وعشرين مقعد ما يريده من طموح من مناصب ايضا اتمنى الان يسمعني الدكتور خالد السراء تسمعني دكتور نعم نعم واضح 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 خليني الان اسئلك يعني اردت اقاطعك بقضية وضعية السيد المالكي ما سيد المالكي وضعيته للاسوأ من 700 الف صوت الى 100 الف صوت هذا ما تشوفه تراجع بشعبية المالكي هو هذا اللي عزله عن حوارات تشكيل الكتلة الاكبر لالتقى بالصدر بخلافة مع العبادي لا لا بالتأكيد اولا نتائج الانتخابات من حقنا كدولة قانون انه نقول تعرضنا لظلم حقيقي بعيدا عن ماجرة مراكز الانتخابات من محاولة الضغط على ارادة المواطن لكن اكو مسألة اكبر بتصورنا هي مسألة التهكير مسألة رسم النتائج قبل ان تبدأ المدخلات غير المخرجات لكن رغم هذا كله وبقى الشخصية السياسية الاعلى اللي جابت اصوات داك البغداد يعني حوالي مية يعني اتجاوز المائة الف صوت عمليا ارجع اقول لك التجربة احيانا ان تختلف مع شخص واضح شخص ملتزم شخص صادق حتى بخلافاته افضل من ان تتفاوض مع من لا تضمن توجهاته او طبيعة شنو قصدك دكتور خالد شنو قصدك دكتور خالد بهذا الموضوع اكو اوضح اكو اوضح اكو اوضح من السيد مقتدى الصدر بقضية التفاوض والوضوح ومواقف ثابتة لا انا بعيدا هذه السيد مقتدى الصدر انا قصدت فترة استلام السلطة بالعراق يعني المالكي دورتيا انا قصدت من هذا الجانب جانب انه انت يعني شقد الخلافات وصلت مع كردستان لكن بالنسبة لهم احزاب الكرد تعلم ان هذا هو موقف السيد المالكي بالتالي بالتجربة افضل اقبص له وهي تعليل شخصي انه افضل من انه يعني من علاقات ما معروف شنو المفاجآت بيها يعني يختلف بوضوح كان يعني يختلف معاك لكن هو واضح ما يخدعك ما يغدرك ما يسيلك من خلفك ما يتآمر هذه الصفات عند السيد المالكي معروف عند اغلب السياسيين العراقيين بغض النظر انه اعترفه وما اعترفه طيب هاي الصفات هاي الصفات دكتور خالد ليش ما شفعت له ليش ما شفعت لعد مثلا السيد الصدر خلينا ابقى معاك ركن من اركان العملية السياسية وصاحب شعبية كبيرة جدا هاي الصفات اللي تتحدث عنها حضرتك ليش ما شفعت لعد السيد الصدر وخلى عليه خط احمر حتى ما التقى بيه وممكن ان يعز له سياسيا لا بالله بالتأكيد شف لحظ حضرتك مسألة تشكيل الحكومة انا ده احتي لك من زي ودورة قانون لا خط احمر انما اصرار على ان تكون سائرون يعني جزء بيها مسألة ان الاعلام اشخلق لا تستغرب بالعراق يعني ام كانت الخلافات قبل 2010 لكن بالتأكيد اجت تيار الصدري كانت كتلت لها وصاوتت للمالكي قصدي بيه يعني خلافات اكو داخل بيت الشيع الان اكثر وضوحا صح يعني يمكن اشبه بالانقسام لمعسكرين لكن بالمقابل هذه تشكيل حكومة يعني حتى سائرون دولة القانون ما اخذين موضوع سائرون صرحت انه اذا اضطرنا المعارضة فلا بأس من المعارضة ودولة القانون المصطرة انه اذا اضطرنا المعارضة لا بأس من المعارضة بالعكس هو دور مشرف بكل احوال فبالتالي يعني ما اعتقد انه ماكو مفاجآت بهذا الجانب يعني لا تصور انه كسر عظم موجود ولا طريق لا كسر العظم واضح وموجود تحديدا داخل البيت الشيعي لكن دكتور خالد ما هو المنطقي انه ائتلاف دولة القانون اللي حكم بشراكة الوطنية ثمان سنوات رح يستوعب العمل بالمعارضة لو لا ما رح تتقبلوها وما رح تهضموها شوف اولا الشعار المركزي الدولة القانون قبل الانتخابات هو الاغلبية السياسية بالتالي تعني اذا ما شكلتها المهم ان تضع النظام البرلماني على السكة الصحيحة معارضة واغلبية تحكم بالتالي انت تقبل بدور المعارضة من اجل ترتيب النظام البرلماني بشكل صحيح كما هو بالعالم الان ما اكو شي اسمه مشاركة الجميع كما كانت حكومة 2015 وما سفقها الان اكو مفهوم الكتلة الاكبر ما اسموه اغلبية سياسية الكتلة الاكبر بالتأكيد الكتلة الاكبر ما رح تحتوي الشيعة كاملة ما رح تتوسلنا كاملة ما رح تحتوي الكرد كاملة فبالتالي بالكتلة الاكبر رح يشكل حكومة موجودة كل مكونات وبالمعارضة موجودة كل مكونات بالتالي هذا العمل البرلماني الصحيح يعني ما بي مشكلة وان تكون قريبة وان تكون انت والشعب والشعب على الاقل يعرف مع من يتعاسب وبالتالي مع من يتناغم كمعارضة ايجابية طبعا بالشرط ان تكون معارضة ايجابية بكتور خالد لكن مسألة الأغلبية السياسية ليش ما تنسوها مشروع ما نجحت بتسويقه بالتالي أنت كنت تسعين مقعد ما حققت الأغلبية السياسية اليوم وخمسة عشر المقعد تقدر تريد تسوي أغلبية سياسية وتحكم بهذا المبدأ نعم أولا لنتفق مقدما لا خطأ بالمشروع كحل حقيقي ووحيد للأزمة العراقية بدليل أنما قبل الانتخابات اعطني كتلة تجرأت لتعلن أنها مع المحاصصة مع بقاء الكل بالبرلمان والكل بالحكومة على العكس بغض النظر عن التسميات أغلبية وطنية مشاركة الأكثرية ما سميت ما يطلق عليها بالتأكيد نتائج الانتخابات ما كانت تدفع بالتجاه الأغلبية السياسية أرجع وأقول مع الإقرار والقناعة التامة المطلقة بأن الانتخابات غير نزيهة فبالتالي هذا كل اللي يجرأ لكن بالمقابل خلنا اعترض بكل شجاعة وجرأة أنه أكو عزوف عن المشاركة وأكو رأي عام مقدرة المنظومة السياسية العراقية أن تقنعها بالشكل اللي يكون إمارس حقها ودورها أمام صندوق الانتخابات وهذه يجب مراجعتها وهذه تشمل الجميع يعني ما تشمل التسياسية الحالية الآن دكتور خالد ممكن أبو سائرون تحالف سائرون يريد عليك يقول لك العزوف الجماهري وعدم المشاركة كان سبب حكم ائتلاف دولة القانون حزب الدعوة السيد المالكي لثمان سنوات جربني لهاي الأربع سنوات وأنا شوفك شون راح تكون المشاركة فاعلة بالانتخابات المقبلة بالتالي العزوف أنتم سببه العزوف لو كانت الحكومة لدولة القانون بالدورات السابقة كلها نقول هذا الكلام منطقي لكن أعطني كتلة تمتلك سبعة نواب لم تستلم وزارة فبالتالي كل مشاركة أما أن نطلع من هذا المستنقع بقيادة سائرون بقيادة أي كتلة أخرى فهذا الأمل الأمل أن نخرج العراق من هذا الواقع فمبارك على سائرون إذا استلمت وشكلت الحكومة وأن تخطو خطوات حقيقية باتجاه إخراجنا ما يكون شكالية في هذا الجانب ما عادت الموضوع موضوعة أنه بعد واحد يقبل أمامك كضمير يعني وطني كموقف إنساني أنه يقبل الوطن وصل لحافة الهاوية إيش ننتظر لكن أهم شيء أن نخرج من المحاصصة يعني مبارك لسائرون من معها أن يشكل كتلة أكبر وتحكم دكتور خالد ما هي هناك هناك ولا تبنى إسمعني إسمعني ولا تبنى الحكومة الجديدة حتى كتلة أكبر على أساس المحاصصة ما هوتو اليوم؟ يعني ما سويني شيء يعني ما عشرين كتلة دكتور خالد عيني دكتور خالد أنتو اليوم يلا قمتوا تفكرون بإنهاء المحاصصة وين كانت هاي الآراء عندما حكاموا السيد المالكي ثمانة سنوات وين كانت هاي الآراء وهاي الأطروحات وين كانت؟ لا أنا لا أنا أعيدك الموضوعية وأنت حضرتك إعلامي مشروع الأغلبية السياسية طرح في 2010 وما كانت ظروف ناضجة 2014 قبل الانتخابات كان المشروع المركز الدولة القانون وانتخبت وبويعات بمية وثلاثة مقعد على اعتبار أن المالكي هو رأيي أنه من انتخب الشعب نائف في محافظة بـ 730 ألف صوت لرئاسة الوزراء ولمشروع الأغلبية السياسية لكن تعلم ما الذي جرى باتجاه المعارضة التولي دولة القانون وسيد المالكي لعملية تشكيل حكوموية كانت الكتلة الأكبر داخل برلمان فعليه لا نطلم التاريخ مسألة مشروع الأغلبية السياسية هذا مشروع مرفوع من دورتين وللآن هو المشروع المركزي أعطني كتلة سياسية تقول أنا ضدها بغض النظرار جاءوا أقول لك نحن نحب المصطلعات بغيرها سيد مرتدى الصدر سائرون التيار الصدري قال لك أنا ضد الأغلبية السياسية السيد العبادي نفسه قال أنا ضد الأغلبية السياسية هذا يعني هذا ما تعنيهم هذا موقف سياسي يخصهم بس معناها نفسر الأغلبية السياسية خروج من المحاصصة بس إذا الطرف الآخر يفسر أنه ضد الأغلبية السياسية حفاظ على المحاصصة خليه يقول لكن ما يكوني تشترح يعني أنا ضدك كموقف سياسي شوف إحنا وين وصلنا وصلنا الدرجة أنه حتى أدبيات علم السياسة بها مصطلحات يا أخي هذا المصطلح اسم أغلبية سياسية البعض سمى شراكة الأكثرية البعض سمى أغلبية وطنية مصطلح مطاط قابل للتأويل يصر على نظام المحاصصة نعم دكتور خالد الآن بالتالي لكن عمليا بالتالي دكتور خالد من خلال أجوبة عمليا ما أحد يدافع عن المحاصصة عمليا ما أحد يدافع عن فن المحاصصة العراق صار دبي قبل الانتخابات وإذا ندرجها بالشعارات التي نرفعت لو تتحقق نتفوق حتى على اليابان لكن عموما دكتور خالد اللي استنتاجي لأجوبة حضرتك أنه كأتلاف دولة القانون بعيدا عن النصر الآن غير مؤهل لخوض حوارات الكتلة الأكبر لعدد مقاعدة قليلة ولخلافات الداخلية أعيدك في 2014 كانت 105 و103 دولة القانون ولم تشكل حكومة إذن المقياس الآن عدنا على كتلة 54 تقول لي الآن ممحور لا أقول لك تفاوضها ماشي وتفاهماتها وقد تكون خاطئة خطوات لكن العملية ليس العبرة بالتصريحات قد تكون خطوات متقدمة بالتجاهة تشكيل الكتلة الأكبر لا تستغرب لكن طبيعة الانتخابات والاعتراضات وانتظار القرار القضائي يأثر على إعلان الكتلة الأكبر طبعا بالتأكيد لكن الآن ممم بمحور أنا أقول لك دولة القانون بمحور تشكيل الأغلبية الأكبر أو الكتلة الأكبر بمحور تشكيل الكتلة الأكبر وفق شروط وضعت من قبل النصر الفتح سائرون الكتلة الشيعية الخمسة لو لا بدون أي شرط لحد الآن لا يوجد تفاوض مباشر مع سائرون لا يوجد فيها كتلة النصر يا سيد الكريم الآن أكثر من شطرين شطر يقول لو ذهبت بهذا الاتجاه فنحن منفصلون وشطر يقول لو ذهبت بالاتجاه المعاكس نحن منفصلون والكتلة لاحظ حضرتك إعلامي طبيعة تشكيلته هي تشكيلها الشهيد لهذا رغم أنه رئيس وزراء لكن لاحظ حضرتك أنه هل هو الآن مركز التفاوض باتجاه كنصر بس ركز وياك كتلة نصر باتجاه تشكيل حكومة قد يطرح اسم السيد العبادي كرئيس وزراء الآن للدورة الثانية لكن كتلة نصر بعيدا عن التنافس بمحورية تشكيل الكتلة الأكبر لكن تقول لي الأحزاب الكردية يجب أن تبغداد وطلعت عود ما وصلت لقناعات لا وصلت لقناعات ووصلت لخطوط عريضة باتفاقيات يخي لازم نتجاوز المراحل السابقة الكتلة الكردية الكتلة الكردية دكتور كانت أو رجعت بصورة كانت صادمة تتحدث عن وضع معقد ببغداد سمعت من المالكي شيء سمعت من سيد هاد العامر شيء آخر وسمعت من سيد العبادي والسيد مقتدى لصدر أشياء مختلفة هذا وني يوديني وأي صورة خليني ممكن أرسم عن البيت الشيعي أزاء تشكيل الكتلة الأكبر شو بلاحظ حضرتك أولا طبعا معروف عن الكرد أو كردستان من تدخل بغداد تدخل وهي أذكى الأطراف والتفاوض بعديا من تدرس وضع الكتل فمشروع لها أن تدرس وضع الكتل لضمان أي كتلة أو أي طرف سياسي هو الأقرب لتنفيذ مطالبها أو مصالحها مصالح كردستان فمو غريبة أنهم ما ينطون موقف حاسم هذا طبعا مطلوب الآن انتخابيا أنه ما عادت موقف حاسم لكن تقول لي ماكو مشتركات أو تجربة الأربع سنوات ما ينبني عليها موقف أقولك ينبني عليها موقف بالتأكيد إلها إلها مثابة بالتفاوض اللي يجرب هاي الفترة زين من من خذ النظر عننا احنا ما نريد نرجع له طيب خليكوا ياي دكتور خالد السراي لا ما نرجع له إن شاء الله ما نرجع له لكن خلينا ننتقل بموقف ائتلاف دولة القانون إلى الأستاذ فلاح الفضل اللي نضمنه الآن أستاذ فلاح الفضل رح أبيك معانا ببرنامج بوضوح ائتلاف دولة القانون طرف رئيسي وبالمفاوضات لتشكيل الكتلة الأكبر مو هذا ائتلاف دولة القانون بزعامة السيد المالك اللي يكون رغم كل ملاحظاتكم عليه يعني معقولة لا ساعرون تقدر ولا النصر ولا كل الكتلة السياسية اللي كانت تمتلك ملاحظات على أداء السيد المالك فضل الصلاة فلاح شكرا جزيلا لك أخير كريم تحية لك ولضيفك العزيز الصديق الأخ خالد سراي وآسف على التأخير اليوماني آسف وضعتكم في حاجة ولا هم كان معها تبك حقيقة موضوعة 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 التأكيد على الذهاب إلى تشكيل الكتلة الأكبر يعني هي عملية قفز على على إرادة الناخبين العراقيين نحن نشهد لكثير من قادة الكتلة السياسية بأنهم يمتلكون حسا وطنيا محترما وأيضا بالنسبة لسيد المالكي يعني اليوم كان له موقف جميل جدا وداعم لموضوعة إعادة التصويت عفوا إعادة العدوى الفرزي اليدوي ودعم تصويت مجلس النواب العراقي على إدخال التعديل وهذه نقطة تحسب لسيد المالكي لأنه دعا أيضا حزب الدعوة ودعا دولة القانون للحضور بقوة غدا يوم الأربعاء في جلسة مجلس النواب من أجل التصويت على تعديل قانون الانتخابات والذهاب من العدوى الفرزي الإلكتروني إلى العدوى الفرزي اليدوي هذه نقطة مهمة جدا بما يتعلق بسؤالكم الكريم يعني كيف بالإمكان أن يتم الحديث الآن عن الذهاب إلى تشكيل الكتلة الأكبر وإرادة الناخب قد سرقت وكيف يمكن لنا أن نتحدث عن تشكيل الحكومة والآن أصابع الاتهام موجهة إلى مفوضية الانتخابات باعتبارها عنصرا أساسا وشريكا مهما في مجالات التزوير وتحكير أصوات الناخب الفضلي اللي يتحدث بهذا الخطاب بهذا النهج هذا خطاب الكتل الخاسرة الفائز يقول لك لا احنا ماشيين السيد مقتدى الصدر سيد العبادي خالد العبيدي أغلب رؤساء وزعماء الكتل ماشي بهذا الموضوع وكأنه حسمت قرار المحكمة الاتحادية قبل صدر أي قرار منعدها بقضية الطعن هذا قفز على الإرادة القانونية أخي العزيز هذا قفز على الإرادة القانونية وقفز على إرادة الشعب يعني المهزلة التي شهدتها الانتخابات وأعتقد أن سيد خالد السراي معك الآن ضيفي على طرف الآخر هو أحد ضحايا هذا الموضوع والكل يعلم أن الانتخابات اليوم والمفوضية بعثت برسالة مفادها أن هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 وحتى الآن كيف بالإمكان لي أنا كمواطن عراقي وليس كمرشح وليس كسياسي كيف بالإمكان لي أن أثق بمفوضية أو بحكومة أو برلمان بني على أسس خاطئة وعلى تهكير وعلى تزوير والمواطن يأتي مثل ما أشبه لك تشبيه الآتي يأتي إلى جهاز التصويت الإلكتروني يدخل حنطة وتخرج النتيجة شعير كيف بالإمكان لي أن أثق بهكذا أجهزة وكيف بالإمكان لي اسمح لي بدقيقة بأقل من دقيقة هناك إرادات سياسية تقف الآن تقف الآن وأنا يعني لا أستثني أحدا هناك إرادات سياسية تريس صعود أحد ونزول آخر وهناك إرادات سياسية تعمل على مصادرة من ذولة أستاذ فلاح من ذولة من ذولة اللي يردون يصعدون أحد المتنفذون نفسهم اللي تنتقدهم نفسهم اللي تنتقدهم نعم نعم ولا أستثني منهم أحدان أستاذ فلاح نعم والدليل والدليل أخي الكريم والدليل الدليل أن الأصوات الكبيرة ذهبت إلى هؤلاء الناس بغض النظر حتى عن ضرب فتوى المرجعية الدينية العليا بالمجرب لا يجرب أنهم تحدوا المرجعية وعادت نفس الكتل إلى ذاتها وأنا أستغرب من وجود شخصيات ما زالت متشبثة ومتمسكة بهذا الموضوع على الرغم من فشلها وعلى الرغم من عدم قدرتها على السير بالبلد إلى بر الأمان وما يعيشه الآن في العراق من أزمة كهرباء وماء وأزمة أمن بالضبط تتحمل الجميع لكن أنا أيضا زميل اللي كحدي ملاحظة على حضرتك وين صوتك ذاك وين انتقادك اللاذع مثلا كنت سيد المالك كنت اليوم مادح لسيد المالك شون اللي يتغير ما لا شون اللي يتغير معقول أنت فلاح الفضلي أنا لا ما أمدح أحد لا ما أمدح أحد نهائيا اسمحني أنا شكرته اليوم على موقفه من موضوعات التصويت اليوم صدر عنده توجيه وصني إلي اليوم هذا مو معنات أن الثمان سنوات اللي عشناه في زمن السيد المالكي كانت سنوات نجاح سنوات فشل من فشل إلى فشل إلى فشل شاء من شاء وأبى من أبى مثل ما أنا الآن أتكلم هذا الموضوع اللي نتكلم به ما يحتاج أدلة مثل ما الآن أعطيك مثال تطلع وزارة الموارد المائية مثلا الوزير معالي الوزير المحترم يطلع يطم من الناس يقول لا تخافون من شوحات المياه ترى إحنا موقعين ويا تركيا عدنا 75 إنا و25 الأليسو بس أنت الواقع على الأرض هذا نهر دجلة بالضبط الارتفاع مالت يوم في بعض المناطق 30 سانتين أيهما أصدق أيهما أصدق أصدق كلام الوزير لو أصدق واقع الحال اللي يعني قاعد ماشي ماشي سفلا يا أخي الكريم أصدق الناس اللي تمدح المالكي اللي تمدح المالكي وتمدح بقية الكتل السياسية وأني هذا واقعي اللي أنا عايش بيه زين أصد فلاح لا استقرار لا مياه لا كارباه ماشي ماشي أصد فلاح خلينا نبقى بإطار الموضوع اتحدثت عن دلائل أنت حر بإقناع جماهيرك لكن قضية المفاوضات التشكيل للكتلة الأكبر أنا نقلت لك رأيي الدكتور خالد الصراي بقضية أنه إحنا طرف رئيسي بتشكيل الكتلة الأكبر أريد تعليق على هذا الموضوع أنه إحنا ماشيين 25 مقعد ما يخالف إحنا ثقل سياسي وماشيين صحيح بالنسبة لدولة القانون تبقى يعني لو جايبة عشر لو جايبة عشر مقاعد لو خمسة عشر مقاعد تبقى رقم هي لأنه لأنه زعيم القائمة زعيم القائمة شخصية 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 السيد المالكي رئيس وزراء لمدة ثمانية سنوات نائب رئيس الجمهورية الآن في الوقت الحاضر الأخوة الأخوة الآن اللي انشقوا من عنده وراحوا إلى النصر مع السيد العبادي يعولون على عودتهم وهناك وهناك إشارات بعودة البعض منهم إلى إلى حضن الكتلة الأم وهي دولة القانون بالتالي سيد المالكي يتحدث من قوة في هذا الموضوع أضف إلى ذلك أن المفاوضات أن سيد المالكي يعرف كيف يدير المفاوضات مع مع بقية الخصوم لأنه يعطي يعطي للخصوم ما يريدون من أجل الوصول إلى هدفه ماشي خليك يا أستاذ فلا خلينا نروح للدكتور خالد السراي دكتور خالد السراي ليش دولة القانون أكثر تماسكا من النصر ليش تتوقع انهيار للنصر عند وصول أو الوصول لتشكيل الكتلة الأكبر وما يكون هذا الانهيار لدولة القانون صاحب المقاعد الأقل أنا أكرر ترحيبي بصديقي الغالي الدكتور فلاح شوف حضرتك أنا خاطر لا أبتعد عن الموضوع نعم أنت تقول منه عارض الانتخابات ومنه فضحهم أقول لك أعطني زعيم سياسي الآن يجرى على الدفاع عن نتائج الانتخابات ونزاهتها أنا محلية بالساعد لا لا أعطيك لكن فضيحة كبرى اسمح لي لا لا أعطيك اسمح لي فضيحة كبرى ما أقدر أكبر لا أتفضل بس أنت تريد مني دليل لو تريد مني دليل لو تريد مني أسامي اللي اعترضوا على نتائج الانتخابات لو لا أنا دا أقول لك أعطني حتى في كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقتدى الصدر يطالب بالعدو الفرز اليدوي والاتحاد مقتدى الصدر ما منطي موقف لكن لا يستطيع هذه العامري فضيحة كبرى لا تقارن هذه العامري يطالب بالعدو الفرز اليدوي طبعا أقصد إذن ليس بس المالك يتفضل يكمل الكل لا تستطيع حتى اسمح لي حتى من ارتضى بما لديه فلا يستطيع أن يدافع ما زلت الانتخابات وأنا أؤكد على ما طرح أستاذ فلاح لكني الظروف لبات تفرض أي حكومة تشكل والعملية السياسية شرعية مهددة البرلمان شرعية مهددة ماشي جاوبني على سؤالي وقت ما عندي وقت ما عندي دكتور خالد وقت ما عندي وقت ما عندي وقت ما عندي سؤالي هو النصر النصر ودولة القانون بالضبط ليش تتوقع أنه تتشضل تفضل شف لاحظ حضرتك أولا تفاوض السيد العبادي بالنصر جمع كل المتناقضات وخالف كل المشروع طرحها السيد العبادي كان شعارا لنعرف محاربة الفساد وجلب على رئيس قائمته بمحافظات من هم أخرجهم البرلمان باستجواب لفسادهم فيه تكريت جاب عمال يوسف الذي محكوم بأربع أرهاب وخارج العراق ويعرفون هالتكريت ومعروفة دماء النزافة الشعب العراقي في سبيل تطهير التكريت من داعش قصدي وين فجمع متضادات كثيرة داخل قائمته لمجرد البعث عن الدورة الثانية ولاية ثانية لاعظ حضرتك الآن مثل سايق سيارة وعنده عبرية العبرية بأي محطة ممكن ينزلون الآن النصر مطرف قد يكون أرجع وقل لك شخص العبادي لا ممكن يكونوا مطرف وممكن يكونوا مطرف دكتور خالج وينزلون بمحطة تسائرون الفتح والحكومة تتشكل بمعزل عنكم جيد جيد مباركين ماكو مشكلة أنا قلت لك من أول قلت لك الموم أنه منه يطلع العراق من المستنقع لكن تقول لي العبادي يروح صح لكن مو الكتلة تروح 42 بس افهمونه ماكو شي اسمه الآن نصر 42 ده يتفاوض على اساس كتلة متماسكة وإلا كانت هي صارت محور التفاوض مو تمام باعتبار كتلة رئيس وزراء وعدد مو قليل كتلة ثالثة لكن عمليا ما تمتلك أي تماسك دولة القانون معد هذه المشكلة دولة القانون مظلومة مفطهدة كما الكثير من الكتل لم تكن أغلب الكتل هي مظلومة بالانتخابات ولنا تصورات واعترافات حقيقية تتجاوز مفهوم الضغط على إرادة الناخب إنما أكو منهجية بالتزوير أكو إرادة خارجية بالتزوير وترتيب النتائج أكو عملية جلب جهاز لأجل أنه الإساءة أو إسقاط العمرية السياسية بالعراق باية طريقة فكل هذه تقولي الآن هي خمسة عشرين أو قلت لا يا طبعا عمليا تقريبا قريبا للإرادة وقريبا للكفات والتغيير قريبا إلى حوالي نصف كتلة نصر الأحزاب الكردية جت لبغداد وخرجت بقناعات إيجابية حسب مسموعات يعني حسن طيب داخل عراق الصراع السني بسا الملاحظة الآن الصراع السني كتلتها الكبرى إحدى الكتل محسوم قرارها مع السيد المالكي اللي متى أكثر أي كتلة ليس المالكي يعني قصدي الكتلة الأكبر مع الكتلة الأكبر ما هو أسماءهم 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 كفر أسمعهم ساعة الوطنية الوطنية الموسعة لكذا ما أعرف أسماء خلينا نروح لأستاذ فلاح لأن كان ضحية الإجراءات الدخول للمنطقة الخضراء خلينا ننطيه مجال أستاذ فلاح أي من الكتل الشيعية من الممكن أن يستثمر ما تحدث بالدكتور خالد السراي تشض النصر ممكن سائرون ممكن الفتح لدولة القانون سيعود من هذه البوابة والله بالنسبة يعني الآن لا نستطيع أن نتحدث عن موضوعات كتل شيعية وكتل سنية وكتل كردية كل الكتل اللي هي بس اسمح لي خلي أتكلم لك لا هي المسألة مش عارات خلي أتكلم لك أنا واقع أكثر ربما أكثر منك واقعي بس أقول لك شي واحد أقول نحن من يمكن نتكلم عن هذا الموضوع لسبب رئيس لأنه جماعة جماعة السلطة هؤلاء المتشبثون بالسلطة لا يهمهم لا الشيعة ولا السنة ولا الأكراد يهمهم كيف بالإمكان أن يصلوا إلى مراكزهم وأن يحافظوا على مقاعدهم وعلى امتيازاتهم وعلى رواتبهم وعلى كل ما هم يحصلون عليه كل أربع سنوات بالتالي موضوعات أنه موجودة كتلة شيعية بالإمكان أن تتشضى كتلة سنية بالإمكان أن تتشضى لا هناك أضواء الآن تصلت على كتلة السائرون يعني على أساس أنه يعني هي الفائز الأكبر وفائز أكبر بشقية هنا 54 مقاعد قابلات إلى النقصان ما قابلات للزيادة والدليل في ذلك أنه الآن لو تم تطبيق قرار مجلس النواب بإلغاء كثير من المحطات ومحطات الخارج ستفقد سائرون أكثر من 13 مقاعد وبالتالي هذا الموضوع والآن العيش على هذا السراب على أنه نحن نذهب لتشكيل الكتلة الأكبر حديث كله عبارة عن سراب في سراب لا يوجد الآن حديث حقيقي في موضوعة الكتلة الأكبر لأنه كله كذب لأنه لحد الآن لا توجد لك نتائج نهائية للانتخابات وهناك شكوك حول نتائج الانتخابات وممكن قرار المحكمة الاتحادية لكن أنا اللي دا أستند علي التفاؤل مثلا السيد مقتدل الصدر شخصية ما ممكن أنه نستهين بيها أنا برنامج اليوم مبني على ما تم التشاور بي والتقارب والتصريحات شون ما ماكو حوارات للتشكيل الكتلة الأكبر شلون الحوارات كانت وهم أستاذ فلاح وضح لي حبيبي حبيبي أنت اللي حظة موضوعة نحن الآن نتحدث عن مقتدل الصدر إذا نتحدث عن سائرون مقتدل الصدر حجمة 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 ال54 مقعد اللي حصل خل نتحدث عن سائرون لأنه الحديث عن مقتدل الصدر شوي بüyor في النوع من الملاحظات خل نتحدث عن سائرون نحن هي المشكلة هي أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والعاكمو هي المصيبة مالتنا بالعراق هي المفوضية زيان ما دام المفوضية موجودة كمصيبة اسمة بالعراق اسمة المفوضية لذلك من اللي يقول أنا أتكلم لك عن النجف عن النجف كيف بالإمكان يستطيع تستطيع كتل السائرون أن تجي تقنعني بأنه خلال ساعتين تتحول نسبة المشاركة في الانتخابات من 23% 0.7% إلى 44% من الساعة من الأربعة للساعة ستة قدرة قادر أريد واحد يجي يقنعني بهذه المسألة في وقت في وقت أنه عندنا نصف مخطات النجف تم إغلاق الساعة بالخامسة عصرا يقولون هناك خطأ في التوقيت زيان أستاذ فلح وقت ما عندي إخواني الأعزاء الحديث حول هذا الموضوع إحنا نتحدث عن موضوع تشكيل الكتلة الأكبر أنا أعتقد هذا الحديث سابق لأواني يجب أن تعاقب مفوضية الانتخابات وقت ما عندي وقت ما عندي خلي الختام يكون معاك إذن كل التوقعات تروح إلى أن الأربعاء المقبل بجلسة مجلس النواب ممكن أن تنقلب الطاولة إن عاد العدو الفرز اليدوي بكل العراق صحيح شيء جميل جدا لكن المشكلة وين المشكلة أن هناك وقت منذ إعلان النتائج الأولية إلى الآن هذا الوقت كان من مصحة المفوضية ربما أتلفت أتلفت كثير من الصناديق ربما أتلفت الكثير من الأوراق وهذا لذلك نحن نطالب نحن أصحاب مشروع نحن نقود تظاهرات الآن غدا لدينا تظاهرة الساعة التاسعة أمام المنطقة الخضراء في التقاطع الصالحية هذه التظاهرة دعما لتصويت مجلس النواب على العدو والفرز اليدوي ولكن ليس على طريقة اسمح لي هذه الفكرة يجب أن توصل ليست على طريقة بفوضية الانتخابات وإنما بتشكيل هيئة قضائية مستقلة ونزيئة بإشراف الأمم المتحدة والالتحاد الأوروبي حتى تكون هناك نزاهة في هذا الموضوع شكرا لك الأستاذ فلاح الفضلي دكتور خالد السر أعتذر من حضرتك أخذت تعتقد وقتك الكافي شكرا لضيوف الكرام مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم أشوفكم باشر إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم